اذن اخواني هاوا اللقاء برلين هذا كل من يستطيع في اوروبا ان يذهب هناك فليفعل فاني ارى ذلك واجبا حتى لا يتوحش هذه العصابة اكثر فاكثر وحتى يعرف العالم خاصة ان سيكون هناك مئات صحفيين ومئات القنوات والجرائد والتي تغطي يعرف ان الشعب الجزائري لا يقبل هذا الحكم ولا يريد هذا الحكم تبون اذا اراد ان يفعل شيء فليعلن من الان انه موجود لسنة او سنة ونصف مؤقت للمساهمة فقط في تسهيل حوار يؤدي الى قيام دولة العدو الحق والقانون دولة مدنية وليس باعتباره رئيسه لخمس سنوات على كل ان انا شخصيا وحركة رشاد لن تعترف به كرئيس ابدا لانه جاء بالتزوير ولا اعتقد ان الاغلبية الشعبية التي تظاهرت يوم المهزلة على الانتخابات في 12 ديسمبر و13 ديسمبر وما قبلها وما بعدها ستقبل به لكن اذا اراد ان يراه الناس ربما انه كان في الاتجاه الصحيح فليعلن عن تقسير مدته لمدة سنة او سنة ونصف وان هذه السنة سنة ونصف يكون العمل فيها من اجل وضع اللابينات الاولى يضعها ممثل الشعب الجزائر مش لحنوشة ومش وزارك يضع اللابينات لقيام دولة مدنية حقيقية حينها قد نتعامل معك كرئيس واقعي بدون الاعتراف بك لن نعترف ابدا برئيس جاء بالتزوير قعدنا عشرين سنة نقول فيها البوتفليقة حتى ثار عليه الشعب وكنا ننصحكم بانه اذا لم تستمعوا للعقلاء فان الشعب سينتفذ ولم تستمعوا والدلائل الموجودة والفيديوهات موجودة حياكم الله اخواني اينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة